فقط نريد توضيحا إلى قضية اتباع الشهوات والملذات هذه الأهواء نعم يعني كيف تؤثر في موضوع الإلحاد ثبت أن كثيرا ممن تمسكوا بشبهات الإلحاد و زعموا أنهم ملاحدة ما دفعهم إلى ذلك إلا شهواتهم وأهواؤهم نعم فهم يأنفون من الالتزام والتدين والطاعة لله تبارك وتعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام و يثقل عليهم أن يقولوا أنهم يتخففون أنهم ينحرفون عن الاستقامة فيتجهون إلى هدم بنيان الدين نفسه نعم للتحرر من قيود الدين لأن الدين فيه تكليف الدين أمانة و مسؤولية الدين طاعة لله تبارك وتعالى و عبودية الدين اعتقاد و صدق يقين ففيه تصورات إيمانية و فيه عبادة لله تبارك وتعالى و فيه تكاليف و فيه محذورات يمنع منها هذا المسلم المتدين ففيه إيمان باليوم الآخر يدفع المكلف إلى أن يحرص على رضا الله تبارك وتعالى و إذا بهذا يريد أن ينفلت من هذا كله نعم فما من سبيل عنده إلا أن يشكك في الأصل الذي أتى بكل هذه الأحكام و الشرائع و الأعمال و التكاليف فيزعم أن الدين باطل و أنه من وضع بشري و أنه لأجل أن يسوّغ لنفسه ما هو فيه من غي و ضلال و لأجل أن يتبع الشيطان فيما يزينه له من عمله فمن أجل ذلك قلت بأن الكثير أو يعني بلا مبالغ الكثير ممن يخعون أو يسلكون مسلك الإلحال إنما دفعهم إلى ذلك الرغبة في الانفلات و التحرر من أحكام الدين و من ضوابطه و شرائعه فيتحولون إلى الطعن في الدين نفسه و التشكيك في الأدلة من كتاب الله عز و جل و من سنة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و يسعون إلى التحرر من كل شيء إلا من شهوات أنفسهم و أهوائها نعم